نحن كأصحاب نظرية إسلامية محمدية لسنا ضد التعايش مع أي قر القرآن نظرياً وضح لنا بأن أن تتعامل مع الشعوب الأخرى مع الأقوام الآخرين تتعامل معهم بالبر أن تبروهم وتقصط إليهم إن الله يحب المقصطين الله عز وجل ينهانا عن الذين ليس فقط مجرد أنه هو مخالف لي لا الذين في عنوانين إما أخرجون من ديارنا أو قاتلوننا في ديننا يعني إذا في واحد حتى لك صهيوني بس ما أخرجني من دياري وما قاتلني في ديني ما حرب قيمي ما في معنى أن أتعامل معه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسس دستور في المدينة دستور مدني ينطلق من مبادئ الإنسانية للقرآن لقد كرمنا بني آدم أن تبروهم وتقصطوا إليهم لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن النبي تعامل مع اليهود وعاش معهم وتعايش معهم حتى غضروا به حتى حاربوه وحتى خانوا العهود حينئذ نعم بعد ما في مجال بعض تعايش معهم فنحن ديننا دين التعايش أخطر ما في المشروع الصهيوني هو أنه يقاطلنا في ديننا يريد أن يستبدل قيمنا الإسلامية والمسيحية والقيم الإنسانية يستبدلها بقيم مخالفة للقيم الإنسانية وهذا أخطر ما في المشروع الصهيوني ترجمة نانسي قنقر